بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم متابعين الكرام بدرس جديد مواضيع جديدة من مواضيع منهاج CMM بالفيديو السابق تحدثنا عن طرق تقييم المخزون السلعي وبدأنا بأول طريقة اللي هي Specific Identification Method وقلنا عنها أنها تعتبر أدق طرق تقييم المخزون السلعي وقلنا كمان عندما نستخدم Specific Identification بنستخدم Serial Number يعني الانفنتوري لدينا أو الأيتم الموجودة لدينا بيكون عليها Serial Number بيميزها عن السلع والمنتجات الأخرى وقلنا كمان عندما نستخدم Specific Identification Method بنستخدمها حصريا لما يكون لدينا الانفنتوري يتصف بأنه Interchangeable يعني الانفنتوري المخزون الذي لدينا أو البضاعة الموجودة لدينا تكون بضاعة ومنتجات متنوعة مختلفة عن بعضها البعض سلع ومنتجات متنوعة وقالنا أنه في حال كان لدينا سلع ومنتجات متشابهة هون منستخدم أساليب أخرى غير طريقة Specific Identification هلأ من الطرق الأخرى التي يمكن أنه نستخدمها مع السلع والمنتجات المتشابهة ممكن نتبع طريقة الفايفو First In First Out أو طريقة اللايفو Last In First Out أو أسلوب Average Method اليوم إن شاء الله متابعين الكرام لح أشرح أسلوب Average Method لكن قبل ما أبدأ فيه في نقطة بدي أحكيها أنه أسلوب Average Method بتكون من طريقتين هلأ أول طريقة هي Moving Average Method والطريقة الثانية هي Weighted Average Method طب شو الفرق بيناتهم الفرق بيناتهم بسيط جدا الموفينج Average Method الطريقة الأولى بنستخدمها لما نكون عم نستخدم نظام الجرد المستمر Prepetual Inventory Accounting System بينما الطريقة الثانية الweighted Average Method بنستخدمها عندما نكون عم نستخدم نظام الجرد الدوري البيليوديك Inventory Accounting System هاي الملاحظة أو هاي النقطة كنت حابب أحكيها قبل بس ما أبدأ بشرح أسلوب الأverage Method الآن أسلوب الأverage Method عم بيئنا إذن عم يرجع بيخبرنا أنه أسلوب الأverage نحن نستخدمه لما يكون لدينا Inventory يتصف بأنه Indistinguishable يعني Inventory أو سلع ومنتجات متشابهة كل سلع بتشبه التاني لا يوجد اختلاف بين السلع أو بين ال Inventory لا يوجد اختلاف وأيضا هون عم بيخبرنا أنه بأسلوب الأverage نحن نحسب متوسط التكلفة التي تكبلناها Average of the Cost Accord طبعا كيف نحسب المتوسط التكلفة نشوف مجموعة تكاليف التي دفعناها لحتى نحصل على ال Inventory ومنقسمها على عدد الأيتم على عدد السلع الموجودة لدينا بيطلع هون عنا متوسط تكلفة القطعة الواحدة أو السلع الواحدة طبعا من خلال متوسط القطعة الواحدة أو متوسط تكلفة القطعة الواحدة أو السلع الواحدة هون نحن نحن نحسب تكلفة البضاعة المباعة The Cost of Good Sold طبعا لما نبيعها ومنحسب المتبقي منحسب ال Inventory في نهاية المدة منحسب ال Ending Inventory إذن عم بيقلنا أيضا The Average May be Calculated On the periodic basis or Each additional borges occurs ومثل ما حكينا عم يرجع يعدلنا أنه أسلوب الأفريج نحن نستخدمه سواء كنا عم نستخدم نظام الجرد المستمر أو نظام الجرد الدوري وإلنا أنه أسلوب الأفريج فيه له طريقتين الآن أبدأ أبدأ بشرح أول طريقة من طرق أسلوب الأفريج أول طريقة المتوسط المتحرك المتوسط المتحرك أفريج أفريج انفينتوري كوست أفتر إيج بورشيز هاي الطريقة المتحرك المتوسط المتحرك بتطلب مننا أنه نحدد متوسط تكلفة الوحدة الواحدة بعد كل عملية شراء أفتر إيج بورشيز بعد كل عملية شراء وليس بعد كل عملية بيع بعد كل عملية شراء منشوف قديش اتكبدنا تكلفة منشوف التوتال كوست ومنقسمها على عدد الاتمز على عدد اليونتس اللي لدينا عدد السلاء هون بيطلع عنا متوسط التكلفة متوسط التكلفة This cost is used for every cell until the next purchase أيوة إذن هاي التكلفة اللي حصلنا عليها تكلفة الوحدة الواحدة منستخدمها لما من نعترف بتكلفة البضاعة المباعة لما يصير وقت تكلفة وقت نبيع هون يجب أنه نعترف بتكلفة البضاعة المباعة كونه نستخدم نظام الجردن المستمر Prepetual Inventory Accounting System فمنستخدم هذا المتوسط اللي حسبنا عند عملية شراء وأيضا منستخدم متوسط تكلفة الوحدة الواحدة ما يخص الEnding Inventory مغزون آخر المدة أيضا منشوف قديش بقي عنا داخل داخل المستودعات كم قطعة ومنضربها بمتوسط تكلفة الوحدة الواحدة طبعا متابعين الكرام يعني بتتضح لدينا الصورة أكثر لما ناخد مثال بالمثال بتتضح الصورة أكثر إذن لدينا المثال التالي The following data relate to entity A's year one activities إذن لدينا الأنشطة التالية خلال السنة الأولى للشركة A مثل ما لنا شايفين بهالجدول لأمامكم الآن في عنا التواريخ بجانواري كان لدينا beginning balance وكان لدينا مشتريات ومبيعات خلال الفترة بمارش وبأيبريل وبجون وبأكتوبر مثل ما لكم شايفين أمامكم الآن عمي إلنا Under the moving average method وفقا لطريقة المتوسط المتحرك The year end inventory and year one cost of goods sold calculated as follows إذن عمي إلنا وفقا لطريقة المتوسط المتحرك منحسب رصيد الانفنتوري في نهاية المدة وتكلفة البضاعة المباعة بالشكل التالي طبعا منشوف الجدول أمامنا منعود منحلله منشوف أول شي بجانور كيف عنا beginning balance بقيمة لدينا 100 حبة 100 units مثل ما لكم شايفين هون الحبة الوحدة سعرها 20 دولار إذن مجموع الانفنتوري total balance حيكون عنا 100 ضرب 20 حيطلع عنا 2000 مثل ما لكم شايفين 2000 حبة هلا بمارش نحن اشترينا ولما نشتري لنا بنعمل update update ما يخص متوسط التكلفة طيب نحن اشترينا 20 قطعة وكان عنا 100 صار لدينا 120 حبة هلا العشرين قطعة اللي اشتريناهن ما اشتريناهن بعشرين متل سعرهم القديم اشتريناهن بـ 32 طيب وستمية واربعين دولار هاي تكلفة هذا total balance الانفنتوري total balance تكلفة الانفنتوري القديم والجديد طيب بعد ما قلنا نشتري لازم نطالع متوسط التكلفة طيب نحن عنا 120 وحدة صار 100 ادمة و20 اجداد صاروا 120 والمجموع مجموع التكاليف لدينا 2640 طيب تكلفة الوحدة الواحدة كم تكلفة الوحدة الواحدة متابعين الكرام نحسبوك التالي ونروح منقسم total الانفنتوري total balance منقسمه على عدد اليونتس الموجود لدينا يطلع عنا متوسط تكلفة الوحدة الواحدة الكوست بير يونت يعني القطعة الواحدة كم تكلفتها اذا 22 دولار تكلفة القطعة الواحدة الان بابريل لما مننبيع مننعترف بتكلفة البضاعة المباعة كل قطعة منبيعها منروح منضربها ب22 دولار طيب نحن بيعنا قديش نحن بيعنا 70 كان عنا 120 وبعنا منهم 70 اذا المتبقي 50 طيب هدول السبعين اللي بيعناه هون ننعترف بتكلفة البضاعة المباعة لهيك السبعين ضرب 22 المتوسط اللي طالعناه قبل شوي بعد كل عملية شراء طيب 70 ضرب 20 حيطلع عنا 1540 هلأ متابعين الكرام هذا طبعا هذا 1540 هي تكلفة البضاعة المباعة طيب نحن بالأساس كان عنا 2640 وبعنا منن ب1540 اذا المتبقي 1100 والمتبقي بمستودعاتنا 50 حبة اذا 1100 تقسيم 50 حيطلع عنا 22 شوفوا متوسط التكلفة لم يتغير في عملية البيع بس بنعمل update لا متوسط التكلفة الوحدة الواحدة بعد عملية الشراء شوفوا هون ضلت مثل ما هي بالبيع بالبيع ضلت مثل ما هي متوسط الكوست بير يونيت تكلفة الوحدة الواحدة هلأ هون ارجعنا اشترينا اوكي ارجعنا اشترينا بجون وان اشترينا كم حبة اشترينا 30 طيب كان بمستودعاتنا 50 وصار وشترينا 30 صار المجموعة 80 بس هدول اللي اشتريناهن 30 حبة يا جماعة اشتريناهن بسعار منخفض على ما يبدو نزلة الاسعار اشتريناهن ب14 دولار طيب 14 دولار ضرب 30 حبة اذا مجموع او او ال cost of inventory اللي اشتريناهن تكلفة البضاعة المشترى 420 دولار طيب 420 ونحن بالاساس كان عنا 1100 اذا 1100 زائد 420 حيطلع عنا 1520 ومثل ما انه صار total الانفنتور اللي لدينا 80 حبة الان الان نشوف متوسط التكلفة متوسط التكلفة الوحدة كيف نحسبه 1520 اللي طلعناه قبل شوي من اسمه على عدد القطع الموجودة بالانفنتوري ماشي 1520 تقسيم 80 صار 19 هاي متوسط تكلفة القطع الوحدة cost per unit شوف عم نشوف هون متحرك متوسط متحرك اول ما بدنا كان 20 بعدين لما اشترينا اول مرة ارتفعت الاسعار صار 22 متوسط الوحدة هلأ اشترينا بسعر اقل اذا عم متحرك لهيك سمينا moving في تحرك عم يتحرك حسب اسعار السوق هلأ لما نبيع مرة تانية باكتوبر ماشي هنبيع ونعترف بتكلفة البضاعة المباعة طب كم تكلفة البضاعة المباعة منطلع على اخر اخر معدل او اخر متوسط اللي هو تسطعش طب لما بعنا هلأ 40 بعناها اه باربعين طيب القطعة الوحدة انه كم تكلفتها 19 هاي هي 19 19 ضرب 40 مثل ما النا شايفين 760 هاي تكلفة البضاعة المباعة طب نحنا كان عنا انفنتوري بقيمة 1520 وبعنا منه ب760 اذا المتبق ايضا 760 واضحة كيف الفكرة هاي 760 متابعين الكرام هي تكلفة البضاعة في اخر المدة الاندينج انفنتوري المتبقي وهون متل ما لكم شايفين 760 تسطعش ضرب 40 هي تكلفة البضاعة اللي بعناها اخر شي عملنا عملية مبيعات هاي تكلفة البضاعة المباعة هلا كيف بدنا نحسب تكلفة البضاعة المباعة والاندينج انفنتوري منشوفه عملنا the cost of انفنتوري on ديسمبر 31 year one is 760 60 دولار طبعا من وين جبناها من هون من الجدول السابق هاي بضاعة اخر المدة التي تبقى مننا بعد ما بعنا بعد ما كان عنا انفنتوري بقيمة 1520 بعنا منه 760 اذا المتبقي ايضا 760 هذا الاندينج انفنتوري هلا الاندينج انفنتوري حتى نحصل على cost of good sold اول شي في عنا معادلة لحتى نوصل ونحسب cost of good sold تكلفة البضاعة المباعة كيف نحسب ها تكلفة البضاعة المباعة هي البيجنج البيجنج انفنتوري متل ما شفنا موجود قدامنا 2000 دولار منضيف عليها المشتريات اشترينا اول مرة ب640 واشترينا تاني مرة ب420 من الجدول كله موجود هون شايفين هاي اول مرة اشترينا ب640 وتاني مرة لما اشترينا ب420 اوكي اشترينا مرتين هلا البيجنج انفنتوري منضيف عليها المشتريات البرشيز بنحصل على شيء منسمي البيجنج المتاحة للبيع لما نطرح منها الاندينج انفنتوري اللي هو 760 ومتل ما قلنا جبناها من هون 760 المتبقية بعد ما بيعنا ب760 ضل عنا 760 لانه كان مخزون اه كان مخزون اول شيء او بضاعات اول شيء الف وخمسمية وعشرين اذا المتبقي 760 هون منحصل على هاي هي المعادلة هون فوق هاي كيف منحصل عليها منحصل عليها اول شيء منبلش بالبيجنج بالبيجنج انفنتوري ونروح منضيف كل شيء مشتريات اشترينا خلال منطرح منها الاندينج انفنتوري بهاي الطريقة بنحصل على تكلفة البضاعة المباعة واضحة عنكم البيجنج انفنتوري رصيد اول المدة منضيف عليك كل شيء مشتريات اشتريناها خلال المدة طبعا هاي كلها موجودة بالجدول السابق منطرح منها الاندينج انفنتوري بنحصل على تكلفة البضاعة المباعة هلأ لحنتقل للطريقة الثانية من طرق الـ Average Method اللي هي الـ Weighted Average Method هلا عم بإنها is used under Periodic Inventory Accounting System الـ Weighted Average Method بنستخدمها وفقا عفوا وفقا لنظام الجرد الدوري الـ Periodic Inventory Accounting System The Average Course is determined only at the end of the period إذا منحدد متوسط التكلفة وفقا لطريقة المتوسط المرجح فقط في نهاية الفترة only at the end of the period في نهاية المدة الآن عم بإننا The Weighted Average Cost Per Unit is used to determine the ending inventory and the cost of good sold عم بإننا أنه متوسط التكلفة المرجح هللي بنحصل عليه متوسط التكلفة الوحدة الواحدة اللي بنحصل عليه بنستخدمه لحتى بنحسب تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة البضاعة المباعة وتكلفة الـ Inventory الEnding Inventory هلأ في عنا معادلة من خلالها بنحسب متوسط المرجح للتكلفة الوحدة الواحدة شو هي المعادلة المعادلة هي بتقلنا أنه The Cost of Beginning Inventory هي كم كان عندنا الـ Inventory كان عندنا 2000 بالجدول السابق كل الأرقام موجودة بالجدول السابق منضيفة عليها طبعا هون بالدولار شايفين فوق بالدولار وتحت باليونت 2000 دولار كان عندنا رصيد أول المدة خلال الفترة اشترينا مجموع مشتريات كان 1060 دولار منقسمها على عدد الوحدات أول المدة 100 وحدة منضيفة عليهم مجموع الوحدات التي اشترينا اشترينا اول مرة 20 وتاني مرة 30 اذا بيطلع عنا المجموع 150 وحدة منقسم منقسم 3060 دولار على 150 وحدة بيطلع عنا متوسط المرجح للوحدة الواحدة 20 دولار فاصل 40 هاي حصلنا على متوسط الوحدة الواحدة الان متابعين الكرام منشوف كم قطعة نحن بيعنا عدد القطعة التي بيعناهن ونضرب هون ب 20 40 هون بيطلع عنا تكلفة البضاعة المباعة عدد القطعة منشوف كم حبة بيعنا ومنضرب ها ب 20 40 طيب اخر المدة منشوف كم حبة بقي لدينا كم حبة متبقي لدينا نجمع هن ومنضرب هن بسعر 20 40 لهيك نحن علنا لنا عنه متوسط مرجح 20 20 40 دولار طيب خلينا نشوف نكمل المثال متل ما لكم شايفين هون البيجيني انفنتوري 2000 طبعا كله موجود بالجدول السابق اشترينا مجموع مشترياتنا خلال المدة 1060 هاي هو 1060 وكل شي منلاقيه بالجدول السابق اي رقم بتلاقوه بالجدول السابق يوم ترجع تعيدوها المسألة حتلاقوها جدا جدا سهلة الان البيجيني انفنتوري منضيف عليها المشتريات البورشيس ومنطرح منها الاندينج انفنتوري الاندينج انفنتوري شفنا بالجدول السابق انو ضل عنا 40 وحدة الاربعين وحدة رحنا ضربنا هنو بكم بعشرين بوينت فورتي بهاي المعادلة مطالعنا هاي المعادلة وحصلنا على متوسط السعر المرجح منروح منضربهم بيطلع عنا 816 اذا 3060 اللي هنن 2000 زائد 1060 المجموعة 3060 ومنطرح منهم 816 بيعطينا 2244 دولار هاي الكوست تكلفة البضاعة المباعة شايفين وفينا ايضا بطريقة اخرى نحسب ونقول انه تكلفة البضاعة المباعة بعنا نحن 10 وحدات 10 وحدات ومنضرب هون بعشرين فاصل اربعين هذا الرقم 110 ضرب عشرين فاصل اربعين هيطلع عنا نفس النتيجة 2140 هي تكلفة البضاعة المباعة اذا منلاحظ متابعين الكرام انه بطريقة الويتد افريج ميثود النتائج عم تكون مختلفة عن طريقة الموفين افريج ميثود شوفوا فوق الكوست كل طريقة تختلف عن الطرق الاخرى هذا ما يخص اسلوب الويتد طبعا بالفيديوهات القادمة ان شاء الله مكملين معكم بباقي الطرق وباقي الاساليب وحنعمل ايضا مقارنة بيناتهم لكن الان شرحنا ونشرح كل طريقة على حدو فيما بعد حنعمل مقارنة بين كل طريقة وبين كل الطرق بتمنى انه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو لا تنسونا من دعائكم وان شاء الله نلتقى فيكم بفيديوهات جديدة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته